موسيقى أنا طبعاً هشامة بالفتح حالياً متزوج من دكتورة هبعب الوهاب وعندي أربع عيال فيصل ودانا وفهد وفارس بالترتيب أخ لثلاث خوات فاطمة ومريم وسارة وأنا الأكبر وطبعاً الوالد والوالدة اللي يحفظهم والله يخليهم لنا موجودين ومن أكبر الداعمين أمانة لمشواري طويل يعني ممكن اللي بدينا في هذه المرحلة يعني وجود فارد أو ذكر أو استخدالات بنات كنبي طبعاً إيجابيات وسلبيات يعني كنا عن إيجابيات ومواقف خاصة بالفترة دي والله أشوف دائماً وجود يعني أنا بش بس الأخ الأكبر أنا الأخ الأكبر وفارق بيني وبين أقرب أخواتي اللي هي فاطمة خمس سنوات فيعني عندك خلنا نقول نص جيل فارق بين بين الأول والثاني طبعاً بين فاطمة ومريم وصارة لا الوضع جداً متقارب في الموضوع يشوف هي لها ميزات معينة ولها أيضاً يمكن بعض عدم عدم وجود ميزات خلنا نقول الميزة يمكن أنه أو مش ميزة هو ساعات يكون عندك أنت عامل ضغط عامل الضغط أنت الأخ الأكبر والأوحد وأنت ريال البيت وأنت اللي ينشد فيك الظهر وانتل أوكي طبعاً ماشي لحال بس ترى بني آدم فيه فيه احتياجات فيه يعني يعطوني شوية رلاكس الموضوع لكن اليوم يمكن ألاحظ الإيجابية هذه القلب الموضوعي الإيجابية أشوف كيف أنه قدرت ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد أني خلنا نقول أكون قدوة لخواتي وهذه بشهادتهم هم مش كلامنا أنا أقول أمانة وشفت أنه يمكن مشواري وتعبي في كثير من الأمور اللي أنا أسستها سواء كانت في أعمالي المؤسسية اللي اشتغلتها وحتى في الجانب الإعلامي اللي أنا ظهرت فيه أو غيرها من الأمور اللي ساهمت فيها سواء أعمال تطوعية ولا إنسانية ولا غيرها مجتمعية كان دافع كان دافع لهم أن يشوفونا وأيضا يشوفوني خلنا نقول طبعاً الوالد الله يحفظه موجود والله يخلي لنا يا الله إن شاء الله ذخر والوالدة نفس الشيء من أكبر الداعمين ويمكن سبب من أسباب هذه المشاوير يمكن تكلم عنها بعد شوي لكن يمكن أكون أنا أيضاً هناك مرجعية معينة أن دائماً الأخ الكبير يعتبر سند يعتبر ظهر خلنا نقول وكذا بالذات ثلاث خوات فصار لا طعم ونكها خاصة أمالتا أول مدرسة دخلتها خلنا نقول الروضة كانت روضة الناصرية وكنت خلنا نقول من أشطن الأطفال اللي موجودين ومواقف كثيرة يعني يمكن الوالدة كانت تذكرني فيهم أنا ما تذكرهم بس ما شاء الله يعني كفيت ووفيت في مرحلة الشطانة هذه كلها والله كان مثلاً يون الأهالي يأخذون عيالهم يشوفون والله هم فاصخين التيشرتات ولا كذا لأن أنا مثلاً أخذت الهوز بتاع الماي ورشيت الأولي والتالي بالمدرسة مع المعلمات وغيرة 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 من المواقف في الموضوع الابتدائية والإعدادية كانت في مدرسة القلب المقدس كانت مدرسة خاصة ومن أشهر وعرق المدارس خلنا نقول في البحرين استفت منها كثيراً في تكوين اللغة الإنجليزية وكثير والأمور الانضباطية الكثيرة في الحيان كثير في حياتي خلنا نقول أنا إنسان منظم أعطي وقت أكون موجود بالنسبة لي عامل الوقت لازم أحافظ عليه إذا عطيت كلم لازم كذا يعني فيه نوع من الانضباط في حياتي ويرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تأسيسي خلنا نقول في هذه المدرسة لأن كان الانضباطية شيء أساسي جداً قبل التعليم كان في الانضباط نسميه الديسبلن انتغل بعدين المرحلة الثانوية وهنا خلنا نقول بدأت مرحلة المواقف لأن هذه مرحلة الثانوية أنت الآن دخلت سن مراهقة ومرحلة الثانوية وعلى وشك تخرج الأمور ذي كلها لا أنسى لا أنسى أستاذ رحمة الله عليه أستاذ عبد الكريم مرسة رفاع الشرقي كان فيه درس تشريح كنا نشرح سمكة وكان المقرر اسمه أساسيات علوم البحار فكان كل مجموعة عليها أنه والله ترشح شخص معين على أساس أنه يشرح التشريح الشباب في القروب قالوا هشام يلا يلا تهد في قده يلا ومشكلة وكنا في رمضان فقال لك يلا يلا تهد الموضوع إن شاء الله إن شاء الله وقفت أشرح يوم خلص أستاذ عبد الكريم رحمة الله عليه قال هشام هو عراقي فرح أحاول أقلد لكنفل يعذرني يعني إذا ما قدر هشام كانت أنت فكرت بأن يكون عندك برنامج بالتلفزيون أو بالإذاعة لأن أنت طبقة صوتك وأداءك وأسلوبك هوايا راقين ويشدون الانتباه هو لما قال لي هذا الموضوع هو خلنا نقول زرع البذرة هذا الرجل يعني زرع البذرة في قضية والله أوكي وكذا هنا دارت في مخي كثير من الأشياء لأن أنا كنت تابع كثير برامج التلفزيون وشغلات واللقاءات بالذات في الأمور الرياضية الكثيرة فكنت تابع الناس اللي سابقيني أنا في الإعلام جدا يعني من سنوات كثيرة فكنت أقول لو أنا كنت هنا لو سألت الموضوع بطريقة مختلفة ولا ليش ما تسأل بهذه الطريقة ولا ليش قاعدين بهذه الطريقة وليس قاعدين بهذه الطريقة وليس قاعدين بهذه الطريقة تعال أسئلة كثيرة هنا انتبهت بأن هناك خلنا نقول وازع إعلامي يمكن فطري موجود عندي أنا في الموضوع وبس تمت التساؤلات كثيرة طبعا كل ما كان يشوفني يقول لي روح وعمل voice test وروح ساوي screen test وصدقني راح تنجح إن شاء الله وإلى آخر بعدين صارت فيه أمور خلنا نقول في المدرسة سواء كان بعدين كنت خلاص الأمور اللي كانت تصير في المدرسة إن كل ما كان يصير فيه ترشيح معين كنت أرشح نفسي أقول أنا بي أجرب أنا بي كذا أنا بي كذا فمثلا كنت أصور برامج كنت أساوي كله في نطاق المدرسة أيضا من الأساتذة اللي ما أنسى يعني فضلهم عليه سيد محمد كاظم درسني فيزياء وكان من أشد الناس سيد محمد كاظم طبعا أرفع له يعني خلنا نقول أيضا القبعة كان من الأشخاص اللي دائما كان يقول لي أنت قائد أنت ليدر أنت رح تترك أثر أنت واصل أنا فخور فيك وغيره وغيره فرسخت هذه الجملة وخلنا الكلمات في الأذهان في الموضوع دخلت الجامعة دكتور محمد جاسم الغتن رئيس الجامعة من أول الشخصيات اللي احتضنتني بكل معنى الاحتضان من كلمة ما أقدر ما أطلع من بعد فضل الله سبحانه وتعالى مستحيل أطلع من فضل هذا الإنسان مستحيل مستحيل على صغر سني دخلت الجامعة سنة خمسة وتسعين على صغر السن لكن كان رئيس الجامعة نكتور محمد جاسم محمد جاسم الغتن داعم غير طبيعي كانت جميع برامج الجامعة لازم أنا أكون خلنا نقول رائحة فيها ولا أكون أنا متواجد على المسرح دخلت التلفزيون سنة ثمانية وتسعين بعد سنتين ونص خلنا نقول من الجامعة تغير الوضع أيضا تماما صار المتحدث الرسمي باسم الجامعة في الأمور خلنا نقول عرافة الحفل ولا إدارة المؤتمرات ولا كذا هشام أبو الفاتح كان يطلبني ويضعني في بعض اللجان على أساس أنه ليش ما ناخد رأيه هشام وهشام طالب منه وفيه منه لازم نعطيه لازم نقويه فهذا الموضوع مبترك الأثر فقط في قضية أنه أنا والله ترى لأني أعمل بمجال الإعلام ولا دخلت التلفزيون وهذا أيضا لها قصة رح أرجع لها بعد شوي لا هذا كان أعطاني الشخصية أعطاني القوة أعطاني التمكن أعطاني الثقة في هذا الموضوع فتعرف لما أقعد مع عمداء في الجامعة وأنا طالب ويأخذون رأيه وأخذ رأيهم ونتباحث ونتشاور في منتهى الرقي في منتهى يعني خلنا نقول إشنون هما كانوا يسمحون لي وناس كبار 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 يعني اليوم ما لقى من الأعلام لما أذكر عشان بس ما أكون نسيت أحد منهم يعني الأمانة كلهم أصحاب فضل أمانة ولا أنسى موقف من المواقف كان كان راح تجين أحد الشخصيات الكبيرة جدا جدا فأنا دخلت شفت أن في بعض الترتيبات بالقاعة ما راح راح تعيق الحركة في الموضوع الوايرات وكذا وطلعين مسرح جاشين مسرح وكذا فقلت لهم يا جماعة ترى أنا بس من باب إبداء الرأي الفني أتوقع أنه ترى لو بس نغير نسوي كذا نسوي كذا نسوي كذا أفضل لسبب من الأسباب لم يأخذ كلامي بالاعتبار لسبب من الأسباب فشفت أنا رئيس الجامعة يدخل القاعة فقمت أنا من الباب اللي تحت قاعة الشيخ عبد العزيز فأنا دخلت القاعة من فوق وكنت أراقب الموقف أنا مو بعن شي أنا ليش دخلت وراه أنا من حرصي هذه جامعتي هذه بيتي هذه مؤسستي هذه يعني المكان اللي يحتضني في الموضوع فأنا من حرصي على أن أبي يكون كل شيء برفيكت وممتاز ومعرفي قلت دخلت دخلني أشوف وراقب شلمه شرحوا له هدى الموقف قال طيب نحن أتذكر قال طيب وين هشام أنا موجود الآن ما عارف أظهر نفسي لو أعرف وما قاعد يشوفني أنا وراه من المسافة وهو صوته ما شاء الله جهوري فأيقول وين هشام أبي الفاتح فالكل بالقاعة قاعد يطالع بعض قال لي مجمع وين هشام أبي الفاتح فأنا هما رفعوا راسم قاعد يشوفوني قلت لأنا موجود الله يسلمك موجود دكتور فقال لي شام تعرف نزلت قال لي أنت وينك قلت أنا موجود الله يسلمك قال لي شرايك أحين أنا شنو أقول أنا أبديت رأيي لم يأخذ واللي موجودين ناس كبار عمالقة لكن أيضا يمكن هذي كان درس من الدروس الأمانة بغض النظر عن من موجود لما أنت تكلف بسؤال ولا بأي نوع من إبداء الرأي أو بإبداء المنطق تعطي وتبدي رأيك بكل أمانة بكل صراحة ليش لأن أنت اليوم حملت أمانة معينة فأنت تكون مساءل في هذا الموضوع بس هناك فن طريق فقلت له الله يسلمك أنا من وجهة نظري أمانة أن نسوي كذا ونسوي كذا ونسوي كذا ونسوي كذا وهذه مجرد رأيي لكن أكيد اللي تم اختياره الآن يمكن فيه أشياء أنا ما أعرف وأنا ما أقول لك أن أنا أعرف الصورة كاملة في هذا الموضوع فأنا بس يعني إذا كان الموضوع يتعلق بواحد اثنين ثلاث وهذه اللي أنا عندي من معلومات فأنا أشوف أن وجهة نظري كذا 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 لكن إذا فيه أي شيء أنا ما أعرفه فأنا أحض دسكليمر الله يسلمك أنا ما أعرف في الموضوع دكتور محمد جاسم محمد جاسم الغتم التفت وقال وقال رجاء رجاء هشام ناس عمالقة برقي برقي تفكيرهم بأخلاقهم لم يأخذ هذا الموقف عليه بأي نوع من الضرر بالعكس طبطب على كتفي وقالوا لي ممتاز الله يعطيك العافية ولدا وبالعكس ودائما وأبدا واصل في هذا الموضوع شوف طريقة التعامل والرقي في التفكير شوف كيف صناعة الأجيال تبدأ من ناس يتركون أثر في حياتك اللي احنا تذكر طبطب على كتفي وعلى ظهري اللي ترى مكاتب دائما مفتوحة لك فتعالوا ابدأ الرأي اللي تشوفها مناسب كنت كنت طالب كذا لست طالب في الجماعة ولكن طالب في مستوى مسؤول والله يعني وماك في مستوى فوق الطلبة وفوق شوف أنا دائما أقول لما أنت تطلق على مؤسسة تربيك تعطيك وتسندك وتعاونك وتجعل منك شخص مختلف وتعلمك إذا أنت اليوم ما حسيت بداخلك بحرقة أنت دائما لازم تخاف على هذا المكان وتعطي كل مجهودك إذن أنت لا تؤدي الأمانة ولا تعامل بالمثل في هذا الموضوع فلله الحم جامعة البحرين كان لها الأثر الكبير طبعا هذا وانا دخلت الجامعة دخلت الإعلام سنة 98 ومن بعدها انطلقت في الجامعة كان عندنا من سفراء ومن عمداء ومن رؤساء جامعة ومن بعض نواب رؤساء الدول خلنا نقول كانت تزور جامعة البحرين في ذاك الوقت فكنت أنا دائما الحاضر الموجود وكان أولوية طيب حتى الدراسة كنت أدرس كنت أسجل موادي صبحوا وحضرهم العصر المدرسين الطاقم المدرسين الكل تعاون مع هشامة بالفتح لأن يخلص دراسته ويؤدي رسالته ليش؟ لأنه كان عندهم فخر بهذا الإنسان اللي يكون طالب من الجامعة ويكون موجود في كثير من الأمور وطبعا كانت بدايتي في برامج كثيرة يمكن تحدث عنها السؤال يمكن اللي ما يعرفونه كثير ناس كيف دخل هشامة بالفتح الإعلام؟ وعلى فكرة يمكن أنا راح أخلي الوطن اليوم تتفرد بهذا الخبر اللي أقوله أول برنامج قدمه هشامة بالفتح في التلفزيون كان 17 مارج 1998 17 مارج 1998 هشامة بالفتح رجع الشاشة اليوم في برنامج في شهر رمضان ب23 مارج 2023 يعني 25 سنة يعني اليوم أنا أحتفل معاكم بيديوبيل الفضي ربا قبل من العمل الأليم نعم وهذه يمكن جملة أنا ما ذكرتها الآن أذكرها بصريح العبارة ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد 25 سنة في العطاء في مجال الإعلام بشتى أنواعه وألوانه إذاعة تلفزيون صحافة أعمدة إبداء أراء أيضا عمل مؤسسي في الجانب الإعلامي ومثل ما تشوف إحنا قاعدين اليوم نقدم عمل خلنا نقول إعلامي ومجتمعي في نفس اللحظة فهذه يمكن خبر تنفردون فيه ما ذكرتها وقد حطها أن أقولها في الوقت المناسب قبل ما أنا دخل المجال التلفزيون رحت الجامعة قلت لهم يا جماعة أنا أحب العمل تطوعي وأنا عندي موهبة في الإلقاء وأنا كذا وأنا كذا فجربوني في إذنت اثنين بدأ يطلع وشافون ماشاء الله متمكن عربي وإنقليزي وكذا فصار شيء مميز فشافني رئيس الجامعة قال لي أنت مين قلت لانا اسمه شام أبو الفاتح قال لي أنت طالب ويانا قلت لي نعم طالب ويانا قال لي بالعكس ممتاز وأنا بيك دايما تكون موجود وأنا فخور فيك ومن الكلام الكبير اللي كان موجود وبدأت رحلتنا من هذا الموضوع بدأت رحلتنا من هذا الموضوع أول شيء أنا قدمته كان في جامعة البحرين في مدينة عيسى حتى ما كنا بالصخير وبعدين لما رحت الصخير وكذا صرت أقرب طبعا لمكان اللي كان الكل متواجد فيه إداريا في هذا الموضوع وبعدين لما دخلت التلفزيون قال لي والدان ممتاز انت الآن رسميا خلنا نقول منه وفينا في الجامعة في الموضوع فقلت لي لا لا أعطيك العافية شوف هو أقول لك هو السؤال اللي يمكن كثير ناس ما يعرفونه شلون هشام وصل للتلفزيون يعني شلون أحد كلمه هو راح شو الموضوع وأنا ما تكلمت في هذا الموضوع من قبل فراح أتكلم فيه أول مرة كان كنا في يعني أذكر برمضان في سنة 1997 تصلت بيني لوالدة الله يحفظها والدتي قالت لي هشام حبيبي انت كلها تقول تبي تروح التلفزيون نزلت تصل في التلفزيون خذ موعد تقول لهم تبي تسوي سكرين تست يعني تحرك على روحك شوي قلت لها إي إي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بروح وكذا وذي بقى براتب باتصل وكذا وكذا فكانت تتابع وياي اتصلت سويت قلت رحت جيد قلت لها لا والله ما صار وقت وكذا طالب في الجامعة أو أول سنوات فإذا بيها تتصل فيني في يوم من الأيام تقول لي بكرة عندك موعد التلفزيون وأنا اتصلت وأنا سويت اللي أنا قلت لك تسويه وحجزت لك موعد وكان خالد الزياني يذكر بالخير كان هو رئيس جهاز الأخبار وهو ما أدري شون والدتي وصلت لك خالد الزياني وكلمته من تلفون لتلفون وقالت لجرب ولدي وكذا وكذا وخال زياني قال لي تعالي سويت الأوتوكيو وقريت الأخبار فقالوا لي بس لحظات لا تقوم عادة نسوي سكرين تيست يقول لك الله يعطيك العافية تفضل ورح نخبرك إن شاء الله لا 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 أنا طلعت من هناك على طول لما أكتب خالد زياني الذكرى بالخير من هناك اللي كان في غبقة بالليل برمضان غبقة الإعلام وكان أيامها الوزير الله يكره بالخير ببشار يعني سعادة دكتور أستاذ محمد نطوع فرحت الغبقة بالليل وإذا بالطاقة يعرفوني على الوزير بأن هذه إعلامين ومديعنا الجديد فقالوا طالوا وما سألهم أهلا ما أنت صار ما قلتولي عليه فقال هذه اليوم الطاقة اللي راح تبدع وكذا وانا طال هنا صار في مشاورة ليش أنت ما تبدأ بالإذاعة وتتأسس من الإذاعة وتنطلق قلت لهم أنا أحب الإذاعة الإنجليزية خلوني أكون خلوني أجرب فدخلت الإذاعة طبعا هناك الآن صار في حرب داخلية بيني أنا عرفت أنه راح أوصل التلفزيون في يوم الليان بس أنا بدأت من الإذاعة الإذاعة سقلت الموهبة صح الإذاعة الإنجليزية يمكن سقلت موهبة التلوين في الكلام والمحاسبة للإستماع والليفل اللي يطلع ليش لأنه ما عندك حل أنا في الراديو أسمعك ثلاث أربعة ثوانية عجبتك خليتك ما عجبتك فريت وطاك طاك طاك بدأت تمشي طبعا ما بأذكر يعني ناس كتار كانوا أصحاب فضل بس من أكثر الشخصين اللي دفوني خلينا نقول في بداية المسيرة كانت طبعا كان الأخ صلاح خالد رئيس الإذاعة أستاذ أحمد سليمان رحمة الله عليه اليوم رئيس الإذاعة العربية أستاذ يونس سلمان طبعا كنا مع بعض في الإذاعة الإنجليزية نعم يعني بسلمان ونعم فيه صاد صلاح خالد رئيس الإذاعة في ذاك الوقت كان كثير ينبهنا ويعطينا وكان جيل تربوي فعلا جيل تربوي وقلت لك ما ننسى صاد أحمد سليمان رحمة الله عليه اللي كان يوجه دائما بدور الأب وهو مؤسس الإذاعة الإنجليزية في 96.5 FM وطبعا بعدها يعني اتصال من أختي الكبيرة ندا محمد اللي كانت ماسك برنامج إن فوكس بلغة الإنجليزية فقالت لي هشام ليش ما تظهر على التلفزيون فرحت وأخذت وعملت أول ريبورت وطلعت بالتلفزيون بعدها استادي وأخوي الكبير سامي هجرس قال لي كان ماسك برنامج ديك الأيام محليات وبعدها باب البحرين فقال لي ليش ما أنت حلال على القناة الإنجليزية يعني ياخذون ياخذون كنتك طاقة وانت واحد منه وفينا وما ناخذك احنا باللغة العربية تعال سوي برنامج باب البحرين فيت وطلعت بريبورتاج وكذا لبرنامج باب البحرين والحمد لله رب العالمين تمكنت فيه وكذا 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 وصار فيه كثير من الدفع يعني المعنوي والتعليم وشغلات ولكن أتت الفرصة بعدين كلمني لأستاذ أحمد عاشور ومن أكثر الناس أصحاب الفضل عليه في الإعلام أمانة لأنه آمن في أن يشامه بالفتح لازم يكون لبرنامج تلفزيوني خاص به ففي تاريخ أربعة أغسطس من عام 1998 ظهرت على الشاشة خلنا نقول الفضية شاشة بيتي العود للتلفزيون البحرين في برنامج ما يطلبه الرياضيون واللي استمر ثلاث سنوات واللي حقق يعني شهرة غير طبيعية ليس فقط على مستوى البحرين وإنما على مستوى الخليج العربي كنت أروح أدخل السعودية يكلموني كنت أروح أدخل الإمارات يكلموني كثير كثير من الدول في الموضوع فهذه كانت خلنا نقول بداية المشاوير رهبة الكاميرا إلى اليوم هي موجودة ولكن هي رهبة ممتعة هي رهبة تخليك أن أنت تظهر أفضل ما عندك على أساس أن أنت تطلع بالشكل الإيجابي مش بس لك أنت أنا لما أطلع بهذا الشكل الإيجابي أو بالبرامج اللي اليوم قاعد أنا أقدمها أنا إذا اليوم ظهرت بالصورة خلنا نقول الممتاز واللامعة والشغلات هي مش قضية أن أنا أطلع فيها كهشام أبو الفعت وهو يتميز لا أنا أمثل الجهة اللي أنا اليوم قاعد أمثلها في هذه الشاشة قاعد أمثل تلفزيوني قاعد أمثل والتلفزيون هذه تلفزيوني الحكومي فاليوم قاعد أمثل بلدي فلازم أحاسب حتى لو أروح أوقف على المسرح أنا مو بس أمثل المؤسسة اللي أنا موجود أمثل شخصي أمثل المؤسسة اللي اليوم قاعد أقدم الإفنت خلنا نقول أو الحفل أو أدير الحوار لها فدائما أنا أقول لك العمل المؤسسة والإعلامي يمكن كنا نتكلم قبل ما نبدأ اللقاء على الهواء أن لما قالوا أن الإعلام مهنة فيها أمانة أمانة لازم تأدي لازم تعطي لازم تظهر لازم تحصد اللي تزرعه بس لما أنت تكون تزرع صح وتروي صح وتقدر أن أنت اليوم تقول والله الحمد لله رب العالمين أنا أديت اليوم لما أنا أقول لك أن أنا 25 سنة من العمل الإعلامي والمؤسسي نعم أنا فخور بهذا الموضوع ليش؟ لأنني قدرت أن أأدي رسائل معينة اشتغلت بألوان الإعلام المختلفة حتى التمثيل اشتغلت أنا في التمثيل يمكن القليل يعرف هذا الموضوع لكن جربت ليش؟ عشان ما أقول أن هناك جانب معين في الإعلام ما جربته ليش؟ على أساس أني أشوف أنا لأن أجرب الإعلام المتكامل أشوف بعدين وين نقاط القوة بالنسبة لي ولحنت على نقاط القوة ولعبت عليها أكثر وقدرت الحمد لله رب العالمين أنه يمكن أكون براند معين بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن هناك شيء يجب أنه يوتعي له كل إعلامه وكل إنسان حكنا عن تجربة التمثيل أو سمع إن شاء الله إن شاء الله يمكن الشيء اللي لازم يوتعي له أو يتفهمه كل إعلامي أو كل إنسان يريد النجاح بطريقة معينة الشهرة مو معناته أن أنت وصلت لدرجة تحب الناس وتقديرهم أبداً أي إنسان ممكن يكون مشهور لكن أن الناس تتقبلك وتعطيك من خلنا نقول مكانتك الإجتماعية والمجتمعية والأمور هذه تأتي من حب الناس الله الله في التواضع لأن التواضع يصنع العجائب والغرور مقبرة أي إنسان ما بالك إذا كان فنان أو إعلام في هذا الموضوع تجربة التمثيل تجربة كانت متعبة أمانة اللي حين أتذكر اليوم اللي كلمنا فيه ساد أحمر يعقوب المقلة مخرجنا وخولنا الكبير وقال لي عندي دور ليش ما تفكر أن أنت تأدي قلت له أنا أمثل يعني قال لي ليش لا ليش ما تجرب قلت له والله أنا دائما كنت أقول لك أن ليش ما أنا أمثل تعرف شلون يلا لأن أنا كنت في المسرح المدرسي أمثل وكنت في مدرستتي السابقة أمثل فقلت يلا وكان من باب الجرأ جربت طبعا صاد أحمد يعقوب المقلة أي إنسان يعني يتمنى العمل مع أمانته فالحمد الله رب العالمين اشتغلت معه في عمل اسمه ملاذ الطير وأيضا من كوكبة من الفنانين اللي كانوا موجودين فكان يسبب لهذا الموضوع عامل ضغط ولكن كلهم أمانة ساد قحطة القحطاني يوسف بهلو الأحمد الميلي وغيرهم 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 الناس وزينب العسكري أميرة محمد كلنا يعني كنا موجودين مع بعض البعض كلهم صادقين براحل كثيرة فتلازم تتعلم منهم في الموضوع المسلسل ثاني بعد سنتين كان أي الشخصيات والله كانت شخصيتي راكبة عليه كانت شخصيتي مثل ما أنا خلني نقول إنسان الذي يعمل في عمل مؤسسي وكذا وديه ويدامي روح البيت طبعا المسلسل كان لأدوار معينة يعني وانطبق عليه دور خلني نقول الشر أكثر من الخير يعني في الموضوع وليحدة تذكر أمي تقول حتى في المسلسل معطينا كاركتر شراني خليك بحضر خير أقول لي ما تمثيل والله تمثيل بالموضوع التجربة كانت متعبة بالنسبة لي ليش لأنه ما كان مثل الأعمال الإعلامية الثانية اللي أنت ممكن تجي وقت الاستوديو تسجل وكذا بعدين تروح تسوي ادتين لأن أنت في التمثيل يا تعطي مئة بالمئة من جل وقتك وتخصص كل وقتك للتمثيل عساك تقدر تعيش الأدوار وتسويها أو أنه ما ينفع وأنا كنت طول عمري أشتغل في الأعمال المؤسسية في الشركات ومؤسسات والأمور فلا يمكن أن أنا يعني كثير بأخذ إجازة شهرين ما بأقدر في الموضوع فكنت بأسويها بين البينين والمثل أقول لك صاحب بالين كذب فأنا على أساس أنه ما تخوني في تأدية الأمانة التمثيل وعساس ما يؤتي هذا الموضوع بشكل رادي علي أنا فاضطريت أنه أترك التمثيل أهل أصوب وأعطي أهل الاختصاص ونتابعهم وإخواننا وحبايبنا وأتمكن أكثر في الجانب خلنا نقول الإعلامي وإدارة الأمور وأركز على العمل المؤسسي كنت بالمطار مسافر كنت بأروح جينيبا في اجتماع معين توكيل كنت بذلك الأيام أعمل بشركة طيران الخليج طبعا أحد المحطات الرائعة في حياتي كانت شركة طيران الخليج وما زلت أقول شاركتي وبيتي أيضا وبالعكس وأميل لها يعني كل الميل أمانة فكلمتني الوالدة ترجع الوالدة للظهور في المواقف الصعبة في الحياة كلمتلي الوالدة اللي حافظها قالتلي شاب بعدين معك ما تبقى تتزوج ما تبقى تشوف عيالك لحيط يبالي بسافر بروح أحيط بوقت الموضوع قالتلي طيب اسمعني أنا في شخص في 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 واحدة بنت فاهمة جميلة راقية أسرتها رائعة وهي البنت شاطرة ومؤدبة وخلوقة وجميلة ليش باتفكر فيها قلتلي حين يما أنا أروح وأي وأسافر وخليني أنا أختار في الموضوع قالتلي ما علي أنت حين أصبر فقالتلي الاسم قالتلي أنت اسمع مني اسمع مني قلتلي لا ما أسمع أنا بروح أسافر ونتكلم لما رجعت أنا في ذكر كتب الديوتي فري وجدامي كانت مجموعة من الجرائد وكذا قلت أخذ جريد أركب طيارة أو لش ساوية حين في الموضوع قالتلي قالتلي الدكتورة هبة عبدالوهاب فأنا قلتلي لحظة لحظة دكتورة هبة عبدالوهاب الدكتورة هبة اللي يعني أنا أعرف قالتلي إيه قلت لها ونعمل الاختيار فقبت رسكت اللي تقوللي آه شفت شفت قلتلي لحظة لحظة قلتلي لا ما في لحظة اليوم بكلم قلتلي لا لا ما لحظة أنا بسافر قالتلي ما تفكر ما تفكر ما تفكر صبر ومن هنا بدأت الحكاية فأمانة أقولك ترجع الوالدة في المواقف الصعبة في الحياة وتؤثر التأثير الإيجابي وفعلا رحت دكتورة هبري كل أيام كانت على وشك أو لسه رحت تتخرج من جامعة الخليج العربي وأمي تشتغل في جامعة الخليج العربي في الطب ففتحت معها الموضوع وبعدين أنا فتحت معها الموضوع وتكلمنا وأنا ودكتورة هبري عرف بعض من سنوات طويلة وعرف أختها دكتورة هالة وعرف زوجها خالد كانوفا وعرف أبوها دكتورة عبد المهاب وعرف أمها دكتورة عفافة أنا عرف العائلة بس تعرف اللي ما قط يمكن انتبهت لهذا الموضوع فلما قالت لي الوالدة اللي حفظها قلت ها لحظة شوي وكذا كذا ومن يومها يعني ولله الحمد أمانة ونعمل الاختيار لأنه أقول لو يرجع الزمن مرة ثانية أختار نفس الاختيار لأني ولله الحمد ها إيه بس أقول يعني لو دار الزمن وحتى كان بيدي الاختيار ودكتورة هبري موجودة أرجع أختار الدكتور هبري من بد العالم كله لأن أمانة أمانة الدعم اللي حصله في الحياة طريقة تعاملها معاي كيف أن هي هم دكتورة مستقلة بذاتها عندها عياداتها وأمورها واستقلالياتها وشخصياتها وعلمها الكبير ما شاء الله وتفوقها مع ذلك هي زوجة تخاف علي تباريني تساعدني تحمل تحمل وفي نفس الوقت خلنا نقول أم لأربعة أبناء تحرص على كل شيء يصير في الحياة يعني إذا تسافر ثلاث أربعة أيام ساعة البيت تقف ليش؟ لأن في ساعة معينة يمشي البيت عليه أمانة ولله الحمد وصرنا خلنا نقول الكابل اللي دائما متواجدين فيه مع بعض والله يوفقنا مع بعض إن شاء الله بحان الله العمل الإعلامي يمكن يكون مغناطيس أنا أكبر الإخوان وأصغر الخوات اختي سارة فسارة اليوم أيضا متمكنة وإعلامية ومذيعة وتقف أمام جلالة الملك وضيوفها وغيرها وغيرها من الشغلات فاختسارة تأثرت كثير بعملي أنا في الإعلام وحبت هذا الموضوع وجاءت أختي مريم بعدين اللي هي خلنا نقول أختنا الوسطى وصار شافت المجال وعقما دخلت كمعيدة في الجامعة وكذا وذي أيضا حبت هذا الموضوع فصارت أيضا تأخذ خلنا نقول في بعض المواقف وتدريبها ولله الحمد طيب عيالي فيصل دانة فهد فارس فارس طبعا صغير جدا حاليا ثلاث سنوات فهد ثمان سنوات دانة 11 سنة وفيصل 13 سنة دانة بنتي في يوم من الأيام تأخرت المدرسة كان عمرها ست سنوات أو سبع سنوات تأخرت المدرسة في بدرستها فقامت لمة الصف ووقفت جدام الصف وقعدت هي تدرسهم في الموضوع وسوت لهم إلقاء وتدريب وبعرفت دخلت المدرسة قامت تصورها وبعثت لنا مسج قالت يعني مثل ما أقول بالإنجليزي The apple does not fall far away from the tree بما أحنا نقول الحب يطلع على بذرة يعني يقول وبعدين حطيت المنقطع هذا في 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 الانستجرام لو أقول لك عدد الأشخاص اللي اكتبوا ابن الوز عوام يعني عدد مخيف أمانة في الموضوع فأيضا أقول لك دانة بنتي ممكن تأثرت وأيضا وديتها معي كامستوديو سجلنا بويس بعض الإعلانات والشغلات ذي كلها فيصل متمكن ويحب الجغرافية ويحب الرياضيات والأمور هذه كلها وفهد يحب المرح فهد من نوع اللي يحب المرح إذا يقعد خمس دقائق حين نخلصنا بروغرام خمس دقائق حين قعد رايح يقول لك زين بابا احنا ما في شي لنا تبللت شوية فتولهم خلصين مثلا كرة تولهم خلصين فيلم الموضوع فكل واحد عندها كاركتر خلنا نقول معين لكن دانا أتنبأ لها لأن تحب الأعمال هذه وتنخرط وبالنسبة لها الكاميرا صديقة وعزيزة فأتنبأ لها أن يمكن هي تاخذ هذا الجانب أيضا الجانب العلامي وبنشوف والأيام بيننا أنا أقول الواحد لازم يعرف هو شنو يبغي من المجال العلامي طيب هل تريد أنت أنت تكون ممثل فهذا لا دربة ولا بابة ولا البيبانة التي تمكن تطرق أبواب تطرقها هل تريد أنك تكون بمجال التلفزيون طيب فكر أنت اليوم عندك تلفزيون ثاني هو في إيدك موجود هل أنت تريد هذا التلفزيون أم أنت تريد التلفزيون الرسمي الموجود لأنه شتاني بين الإثنان هذا وذاك طيب هذا العمل التلفزيوني المؤسسي في تربية معينة في تعليم معين في أسس وفي ضوابط هذا الجهاز اليوم اللي بيدك هو تلفزيونك هو إعلامك مرأي مسموع كل شيء لكن ما في ضوابط ممكن تقول اللي بدك إياه في الوقت اللي تبه وفي الطريقة اللي تبه التلفزيون هذاك لا يشكل شخصيتك ويشكل قالبك على أساس أن أنت تطلع بشكل مسؤول في الموضوع إذا أنت أرادت أن تكون إذاعي فإذا الجانب الإذاعي أيضا مفتوح ما أنا الواحد يريد أن يكون اليوم للأسف الشديد أنت عارف لما تسالح واحد توا بادي وعنده التماكن يقول له أنت شو أنت بيصير يقول لك أبصير مشهور ما هذا الغرض ما هذه هي الوسيلة أنت اليوم تؤدي أعمالك خل أعمالك تتكلم عنك مو أنت تطلع الغرض مو أنك تكون مشهور طيب صرت مشهور وبعدين صرت مشهور وبعدين ما أنا كنت أعيش فترة من حياتي أشهر مني ما كان موجود أمانة بس يعني هل كان شيء سلبي ولا إيجابي ما أقدر أروح مكان إلا أشوف أحد ما أقدر كذل لحد يكلمني ما عندي حرية في الموضوع طيب بعدين عشت هذه الحياة ترى مش الحياة اللي خلنا نقول يعني أشهر 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 الناس بالعالم ما موجودين تشوفهم أنت بالشارع تصير نقمة عليهم ما يقدر يستمتع بحياته إلا أماكن معينة يروحها أراد تكون مشهور حقاقة المال وبعدين هل هذه فيه استمرارية طيب أنت شنو قدمت أنت شنو رسالتك أنت شنو هدفك أنت ما الذي يميزك ما هو عطائك لأن قعدت اليوم في هذه المقابلة بعد 25 سنة شنو رح تقول قدمت شنو شن الرسالة اللي وصلتها شن الأمانة اللي انت حملتها فهمت القصد يعني القضية مو قضية أني أنا بكون مشهور طيب الشهرة لها إيجابيات أو سلبيات وبعدين صرت مشهور إذا ما استعملت شهرتك في أشياء إيجابية في أشياء معنوية في أشياء أنت تترك أثر طيب في الحياة ما لا داعي ما لا داعي يمكن هذه رسالة قاسية شوية أنا أوصلها لكن هذه رسالة وايد ترى واقعية ومهم أن الواحد يستوعب بأن هناك أبعد من مجرد الشهرة ولا أبعد من مجرد أن الواحد يكون معروف أنت تريد أن تكون معروف بشيء معين برسالة معينة بشخصية معينة أنت تبنيها على مرة السنين هذا كله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر